مرحبا كيف حالكم؟ معكم أخوكم سامي فرج من قناة سامي اف طبعا نزلت فيديو من كم من يوم كيف تمزج صوتين مع بعض ففي واحد من المتابعين الأعزاء سألني كيف تلغي الأصوات اللي هي موجودة في الرجستريشن ممرين يعني كيف تفرمت وترجع من أول ويديد يعني واحد يبغي يغير في الأصوات يبغي ينزل باقات يديدة يبغي يعمل مجموعات جديدة طبعا الطريقة سهلة طبعا هنا أشرح هذا الاس اك سبن هندرد نفس المانيو مال الاي فايف تاوزن تروح على مينيو تطلع لك هاي الصفحة تختار مينيو رقم اثنين تروح على الخدمة هذي اللي هي يوتالتي تطلع لك الصفحة هذي يوتالتي طبعا جاي على سبيكر انت تروح على آخر شيء فاكتري ريست بكب مجرد ما تضغط شوف تطلع لك الصفحة هذي طبعا الخدمات تكل صفحتين شوف عندك صفحتين بس انت عليك في البيج رقم واحد شو حاطي لك تحت فاكتوري ريست الاشياء اللي انت تبغي تعمل لها ريست تمسحها فاشوف من ضمنهم ريجستراشن في سيستن وفي اليوزر افكت وفي الفافورايت وفي الميدي وفي ريجستراشن وفي لايف كنترول هذه الاشياء هم الواحدين اللي تقدر تعمل لهم ريست تختار ريجستراشن مجرد ما تضغط على الفاكتوري ريست لاحظ تضغط طلع لك شوف مجرد ما تضغط يس شوف شو رح يستيق معايا شوف اختفوا كل الأصوات والمجموعات اللي انت مخزنينها في ريجستراشن ممري هذه الطريقة اللي تعملها عشان تعمل فورمات او ريست مسح لريجستراشن ممري في الأصوات يرجع كأنه اجديد شوف ولا في صوت حتى البانك ولا في بانك ولا في اي شيء والى اللقاء مع معلومة جديدة